ترجمة نانسي قنقر عرفت مملكة البحرين دائما بمساعيها ومسيرتها الإنسانية في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض هذه هي السمة الإنسانية المتجذرة في الأصول البحرينية شكل ملامحها حرص واهتمام جلالة الملك المعظم الذي أسس ثقافة إنسانية عريقة تسهم في إعلاء الشأن الإنساني لصالح البشرية جمعا وتجلى في عهده الزاهر أيده الله هذا النهج النبيل من خلال صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي أصبحت الذراع الإنسانية لمملكة البحرين وأدت المؤسسة بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد دورا بارزا ومهما في تقديم الأعمال الإنسانية للمواطنين والمقيمين ونصرة المحتاجين والمتضررين في مختلف أقطار العالم كما تمثل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية التي أسست في عام 2009 إنعكاسا واضحا للنهج الإنساني الذي تسير البحرين على خطاه بقيادة العاهل المعظم أيده الله وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني تجدر الإشارة بفخر واعتزاز إلى الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها فريق البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انطلاقا من الرؤية الإنسانية التي تتميز بها البحرين للحفاظ على الإنسان في مختلف المحن والأوقات من خلال التكاتف بين كافة أعضاء فريق البحرين من أجل هذه الأهداف النبيلة رسالة العمل الإنساني التي ترعاها مملكة البحرين تنضي قدما في طريق مد جسور العون والمبادرات الإنسانية المتميزة لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة ضمن حملات الإغاثة الصحية والاجتماعية والتعليمية ودعم الجهود العالمية لتعزيز قيم العمل الإنساني وحث المجتمع الدولي والشعوب على التعاون والتضامن والتكافل من أجل خيرا يعمل عالم أجمع ترجمة نانسي قنقر